وللحديث عن تطورات الوضع الوبائي تنضم إلينا الدكتورة ريمة حجو عضو المركز الوطني للسيطرة على الأوبيئة أهلاً وسهلاً بك دكتورة أهلاً فيكم أهلاً أهلاً فيك دكتورة يعني حصيلة كورونا ما زالت مرتفعة ما هي يعني قراءتك للأرقام الأخيرة المسجلة للإصابات وأيضاً للوفيات يعني فعلاً الأرقام اليومية كما رأيناها يعني تتذبذب من يوم إلى يوم آخر ما يهمني دائماً أن الأرقام الأسبوعية فأنا فعلاً إذا قارنت الأسبوع الماضي بالأسبوع الذي سبقه كانت نسبة الزيادة الأسبوعية 20% أولاً الأسبوع الـ 12% ولا الـ 11% ما زالنا والله أنت يمكن منتبع يعني شكراً لك يعني على أن تذكيري لكن أنا عندما تبعت الأرقام أو الزيادة الأسبوعية الأسبوع الماضي عن الذي سبقه كانت 20% يعني هي أدنى رقم منذ عدة أسابيع يعني منذ أن بدأ التصاعد منذ أن بدأ التصاعد لأنه أنا في الأسبوع كانت تسجل كل أسبوع عن الأسبوع الذي سبقه زيادة 30% يعني هذا التسارع كان ثم في أحد الأسبوع كان 70% ثم الأسبوع الذي سبق الماضي انخفض إلى 30% ثم الأسبوع الماضي انخفض يعني إلى 20% يعني من 70 إلى 30 إلى 20% هذا يدل أن هناك تباطئ هذا جدا إشارة جيدة ضمن كل هذه الأوضاع من تزايد الإصابات من تزايد عداد الوفيات للأسف بالنسبة لتزايد عداد الوفيات وحتى مقارنة مع دول أخرى ودول عربية أخرى لدينا عداد الوفيات تسارع خطير ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ أنت دائما كلما تتزايد الإصابات ستتزايد الوفيات هي نسبة وتناسب ودائما تتأخر عادة من أسبوعين إلى ثلاث أسبوع نحن ما نشهده الآن من دروة ستأتينا المزيد من الإطخالات هذا هو سبب تساؤل الجميع دكتورة بأنه يوم أمس واللي سبقه كانت الإصابات أقل لكن عدد الوفيات كانت ما زالت مرتفع وعم ترتفع أكثر نعم نحن نحن نشهد أعداد الوفيات يعني مرتفع لغاية مثلا أسبوعين بعد آخر مثلا انخفاض مرصود مثلا لأعداد الإصابات والوفيات يعني إن شاء الله يعني أن نكون غلطانين لكن عادة هذا يكون أنت عندما تزيد الإصابات يعني بعض الحالات تحتاج الإدخال إلى المستشفيات وتتعرض للأعراض الصعبة جدا من كوفيد-19 عادة بعد أسبوعين إلى ثلاث أسبوع ففعلا هذا ما نتوقع يعني يعني آمل أن نكون مخطئين دكتورة نحكي عن نقطتين نقطة بداية تقديم اللقاح للكوادر الصحية وأيضا نتحدث عن مأمونية اللقاحات المتاحة الآن في الأردن نعم يعني فعلا هذه خطوة جدا جيدة أن اليوم كان يوم مفتوح للكوادر الطبية بأن يأخذوا المطعيم وفعلا يعني أنا كذلك أدعو الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بالوباء لأن لديهم حماية يعني على الأقل لديهم من ثلاث إلى أربع أشهر حماية فحتى لو سجلوا على المنصة لا مانع من أن يتيحوا الفرصة للكوادر في القطاع الصحي وغيرهم كذلك يعني هذا من جانب ففعلا هذه خطوة بالاتجاه السليم من ناحية مأمونية اللقاحات فهي كل اللقاحات التي سواء تم ترخيصها في الأردن أو في أنحاء مختلفة من العالم يعني إن شاء الله هي أثبتت أمانها وفعاليتها في التجارب السريرية يعني سمعنا بعض الأخبار لكن فعلا كل التجارب والدراسات تؤكد أنها هذه فعلا اللقاحات مأمونة سواء كان اللقاحات فايزر أو أسترزينيكا أو سينوفارم فهذه المطعيم التي يتم تطعيم الآن بها في الأردن يعني هناك اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بلقاح جونسون أن جونسون ولايات في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية رفضت إعطاء هذا اللقاح للمواطنين هل هناك أي خلاف أي تغذية راجعة لهذا اللقاح عن مأمونيته؟ ونحن كما سمحنا إذا قررنا جونسون أن جونسون بفايزر ففايزر كانت الفعالية هي تفوق الـ 94% كانت 95% فعندما تقارنه بجونسون أن جونسون هو نزل إلى 66% فهذا فرق شاسع ولكن دائما نقول أن هذه الأرقام هي أرقام أولا أنا ضد أن تقارن تجربة مع لقاح مع تجربة سريرية مع أرقام تجربة سريرية ولقاح آخر هذا بالدرجة الأولى لكن علينا أن نتفق أن هذه المطعيم كلها تحمي الإنسان من الأعراض الصعبة ومن الإدخال إلى المستشفيات فهذا ما يهمنا وتقريبا هذه النسبة تقارب المئة بالمئة في كافة اللقاحات فنحن حتى أسترزينيكا يقولون الآن أن جرعة واحدة تكفي يعني عندك من جرعة واحدة حماية إلى مدة لا تقل عن ثلاث أشهر وكذلك جونسون أن جونسون بجرعة واحدة أنت لديك حماية طويلة الأمد لا تقل من ثلاث أشهر إلى ست أشهر يعني وهذا ما نتأمل ولكن فعليا التجربة العملية على أرض الواقع هو تثبت أحيانا أشياء لم تكن أنت تتنبأ بها خلال التجارب السريرية دكتوري نحكي عن تقييمك لقدرتنا في المستشفيات مؤخرا مع نسب الإشغال اللي بتزيد وعداد المرضى اللي بفوتوا على المستشفيات عداد كبيرة نحكي أكثر عن قدرتنا وقدرة مستشفياتنا في المنبكة يعني ربما أنا لأنني لا أمل بوزارة الصحة لست مطلعة كثيرا على هذا لكن أنا أتابع مثلكم أتابع الأخضر نحكي نحن نسب الإشغال أيضا نعم نسب الإشغال نعم غرف العناية الحثيثة عم تعطي ألقام يعني شوي نعم يعني فعلا هذه مؤشرات كانت يعني أنا أراقبها وأراقبها بحذر وأنا يعني أراها تتجه إلى الأمر الأصعب كل يوم لأن نسبة يعني الأسرة العناية الحثيثة لمرضى الكوفيد أو يعني نسبة الأسرة في العناية الحثيثة تجاوزت الخمسين بالمئة وهذا إذا أردنا أن نحسب حساب الأشخاص الذين سيدخلون هذا الأسبوع الأسبوع القادم ونحسب ثلاث أسابيع إذا كنا يعني نقترب من الذروة ولكن تحتاج أنت أيضا إلى ست أسابيع حتى يعني تبدأ بنزول الأرقام يعني يعتمد هذا على الرقم التناقص وهذا يختلف حاليا حتى أنا أريد أن أنبه أننا في حالة الفيروس المتحور تأخذ أنت المرضى يأخذون فترة أطول للشفاء فربما يدخلون إلى المستشفيات بعد فترة أطول وربما يحتاجون إلى فترة أطول للتعافي فأنا يجب يعني الآن لا يكفي أن أقول عندي خمسين بالمئة إشغال يجب أن أعد إلى الأسبوع القادمة بالتصريحات وزير الصحة المكلف إحنا وضعنا في المملكة حرج وإحنا يعني كمان جايين على مرحلة كمان بأعتقد الدكتورة أنه ما زالت البيك يعني للفيروس أو للإصابات إحنا لسه يمكن بعدنا ما وصلناها يعني هذا الأمر دائما أنا أريد يعني أن أكد على هذه النقطة يعني يصعب كثيرا أن تتنبأ قبل وقت بما هو يعني الدروة لأنه أحيانا تكون الأرقام خادعة لكن أنا ما أراقب هذا التزايد والتناقص فمثلا إذا كان هذا التناقص مستمر عبر عدة أسابيع أنا أقول نعم نحن ربما نقترب من الذروة وربما يعني إذا استمر هذا الوضع التناقض يعني نحن عشرين بالمئة تناقصنا على الأسبوع الذي سبقه إذا هذا الأسبوع تناقص على الأسبوع الذي سبقه بالنسبة عشر بالمئة أنا أكون فعلا نحن كثيرا اقتربنا من الذروة ويبدو أيضا عندما أقيم الذروة أنت إذا قللت من الإجراءات أو تساهل الناس في الإجراءات الوقاية والسلامة ربما لن تصل إلى الذروة لأنه أنا دائما أنبه أن كل هذه الذروات مصطنعة يعني نحن نتحكم بها نتحكم بها بالإجراءات وهي لا تعكس موسمية أو مناعة مجتمعية يعني عادة الذروة كانت تصل عندما يصل نوع من المناعة المجتمعية ثم تبدأ لكن نحن أبدا لا نصل إلى مناعة مجتمعية فهي فعلا نصل إلى حد نجحت معه الإجراءات ونقول كثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة واضح أنها أعطت نتائج إيجابية على المنحنة للوبائي نتمنى أن أيضا يتعاون الأفراد يعني لا ننظر دائما أن الحكومة عمل شيء ضد مصلحتنا أو يعني فعلا الكثير مننا نعاني اقتصاديا نعاني من كثير أو حتى ربما لكنهم شيء بتظلها هي المسؤولية فعلا يعني أن الصحة فعلا مهمة والأرقام مخيفة الحالات الصعبة مخيفة الناس يعانون لديهم الكثير من الوفيات شكرا لك يا دكتور ريمة حج وأنت عضو المركز الوطني لأسيطرة على الأوبيع شرفتنا بستوديو الأخبار